عقد وزير الموارد المائية والرية هاني سويلم اجتماع لمتابعة حالة الرية وموقف إزالة التعديات على أملاك الوزارة بمحافظة الشرقية حيث أكد سويلم على استمرار المتابعة الدقيقة لحالة الترع والحفاظ على أملاك الوزارة بمختلف المحافظات موجها بعمل فصل حد مساحي لكافة المساحات الموجودة على بحر مويس لبيان موقف التعديات الموجودة على المجرى المائي وتحديد الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرية